اشتركوا في القناة لبناء الإرادة والوجدان إنها مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لكم ها هو السلج ينزل خلفي والشوارع فارغة ولكنه منظر ربما يبعث لدى البعض ممن قدموا هنا زيارة إلى أن يكون بناءهم النفس والوجدان على أعلى درجة ممكنة ولدى بعض من أقاموا هنا ربما يبعث على الإحباط ترى كيف ننمي الحافز وكيف نقضي على مشاعر الإحباط هذا كله ما سنتناوله عبر برنامج التربية الوجدانية التربية الوجدانية أحباء الكرام ماذا يعني المفهوم ابتداء التربية الفعل رب أي أنه القائم على الشيء الفعل رب أي أنه هو الذي يرعى الشيء نريد أن نربي أبناءنا تربية وجدانية صحيحة ثم يأتي الفعل الآخر أو يأتي اللفظة الأخرى وهي لفظة الوجدان لتلتقي سويا تحت عنوان التربية الوجدانية ماذا نعني بالتربية الوجدانية ولماذا فقدنا نحن هذه التربية في عالمنا وفي واقعنا الحالي لماذا أصبحت انفعالاتنا انفعالات غير محسوبة لماذا أصبح غضبنا غضب غير محسوب لماذا لا نتعامل مع واقعنا داخل الأسرة وداخل الشارع وداخل الجامع وداخل المؤسسات بصورة تدفعنا إلى التفاعل الإيجابي وليس إلى الدافعية السلبية أيها الأحبة الكرام التربية الوجدانية في واقعنا وفي قراءاتنا وفي أدبياتنا تعني أنني لا بد وأن أكون قادر على إسعادكم وقدر من قبل ذلك على أن أسعد نفسي قدرة حضرتك أيها الشابة أيها الشابة أيها الطبيب أيها العامل أيها الموظف أيها المدرس على أن تسعد نفسك أولا ثم تسعد الآخرين ثانيا هذه هي قمة السموة الوجداني والعطاء الوجداني مع هذا السلج الذي ينزل من السماء بقدر الله سبحانه وتعالى تكون لنا انطباعات نفسية بعضها إيجابي وبعضها سلبي كما قلت الإيجابي لدى مثلي لأني لأول مرة أرى هذا السلج فأنفعل معه ثقة بأمر الله سبحانه وتعالى وأحب أن أرى هذا اللون الأبيض من منكم يكره اللون الأبيض إنه هذا اللون الذي خلفي في كل مكان تلك هي طبيعة البشر وطبيعة الخلق لا يمكن أن يتفقوا على لون ما ولا على رؤية معينة وإنما اختلفوا وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحبة الكرام في هذا التقديم ماذا نعني بالتربية الوجدانية ابتداء وما الفرق بين الوجدان والانفعال والشعور والمزاج هذه كلها مفاهيم في غاية الأهمية ما السبيل لكي ننهض وجدانيا في مدارسنا وفي جامعاتنا لماذا ترك الطلاب مقاعد الدراسة في الجامعات وفي المدارس خوفا من المعلم لماذا ترك الأبناء والمراهقين مقاعد البيت وخرجوا خارج البيت يبحثون عن أصدقاء يشبع لديهم رغبتهم الوجدانية هذه كلها تساؤلات سنترحها ما علاقة التربية الوجدانية بإدارة الوقت وما علاقة التربية الوجدانية بالانفعال وما علاقة التربية الوجدانية بضبط الانفعال وما علاقة التربية الوجدانية بأن أتميز في مجال الإدارة هنا الناس والبشر في كل مكان يسير بشكل أحيانا قد ترى أنه في حالة عزال عن الآخر ولكن إن اقتربت منه وسلمت عليه وألقيت عليه التحية وقلت له بتحيته ربما يبادرك بالإجابة هل لنا أن نمتلك سلوك ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فتبسمك في وجه أخيك صدقة هل لنا أن نتمسى الرسالة في غاية الأهمية وردت في صورة العمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله رسائل كثيرة جدا لا أريد أن أطيل عليكم في المداخلة الأولى في تلك الحلقة التربية الوجدانية المفهوم والواقع الذي نحي به في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مؤسساتنا آلاف من حضراتكم التحقوا بهذا البرنامج لكي يتعلموا كيف يتعامل مع واقع مؤلم ومرير داخل الشارع وداخل البيت وداخل المؤسسات التي يعمل بها كثير من الطلاب بالجامعات التحقوا بهذا البرنامج ينتظروا منا إجابات انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة نجيب مع حضراتكم حول تلك الإجابات وانظروا إلى خلق الله وتلك الطبيعة التي من حولي من استوكهلم عاصمة السويد أرحب بكم أحبائي وألتقي بكم على خير في أمان الله مع التربية الوجدانية مدخلا لبناء الإرادة والوجدان لنذهب إلى طبيعة المفهوم وخصائص التربية الوجدانية وكيف يمكن أن نحقق بناء نفسي ووجداني صحيح صلاح عبد السميع عبد الرازق من العاصمة استوكهلم ألتقي بكم أحبائي على خير شكرا لمنصة رواق ولكل المتابعين